موسيقى نشط السادس عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين صلاح الجو التابع لعبرية الكرابة يستهدف محور سق الحوت بغارة جوية واشتباكات مضاقطعة بعدة محاور ببنغازي أمس وهدون حذر في جميع المحاور بمدينة جدابيا آمر الخوة الثالثة بالجنوب جمال تريكي يقول أن الوضع الأملي في أباري مستقر نظرا لتوقف الرماية بشكل كامل ويؤكد أن المدينة تعاني وضعا إنسانيا صعبا المؤتمر الوطني يشترط تعديلات جوهرية على الاتفاق قبل الدخول في حكومة الوفاق ويرحب بمقترح كوبدر إجراء لقاء بين بوساهمين والسراج لكن داخل مقر المؤتمر أهلا بكم قلم مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس الشراء الثوار بنغازي محمد عبد الرحمن اشتباكات خفيفة جرت يوم أمس بمحور الليثي وأضح عبد الرحمن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن محوري 17 من فبراير والهواري شهد اشتباكات متقطعة لافتا إلى أن الهدوء الحذر يسد غالبية محاور المدينة اليوم وأضف مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس الشراء الثوار بنغازي أن السلاح الجو التابع لقوات الكرامة شن عدة طلعات جوية يوم أمس من جهاتي قال الناطق باسم سلاح الجو التابع لقوات الكرامة نصر الحاسي أن طائراتهم استهدفت محور سوق الحوت بغارة جوية كما قصفت يوم أمس موقعا تابع لمجلس الشراء الثوار بمحور شارع الحجاز من جهاتي أكد الناطق باسم قوات الصعي قاملود زوي مقتل رئيس عرفاء بالقوات الخاصة في محور الليثي يوم أمس وأوضح زوي أن قوات الشراء الثوار استهدفت مركزا تابع للقوات الخاصة بقذيف الهون وقعت وزارة الصحة في حكومة الأزمة عقدة لإنشاء مستشفى مؤقت للأمراض النفسية ببنغازي بسعة 200 سرير وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد العليق لقناة ليبيا لكل الأحرار أن تنفيذ المشروع سيتم في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الاعتماد وبمعايير مرضية حسب قوله منوها إلى أن المستشفى سيكون بشكل مؤقت نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المدينة يشار إلى أن مستشفى الأمراض النفسية ببنغازي أغلق نتيجة الاشتباكات الجارية بمنطقة الهواري أعلنت حكومة الأزمة منطقة بنينة منطقة منكوبة موضحة أن هذا الإعلان جاء بناء على خطاب رئيس المجلس البحلي بنينة ولمقتضايات المصلحة العامة حسب قولها ونوهت الحكومة في قرار لها أن على الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل مطالبة الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار الجدير بالذكر أن منطقة بنينة تشهد بعض الاشتباكات المتقطعة بين قوات حفتر وقوات مجلس شراثوار أفاد مصدر بمجلس شراثوار اجدابي بأن المدينة تشهد هدوءا حذرا في كل المحاور صباح اليوم مع غياب تام للطيران التابع لعملية الكرامة وأضف المصدر الذي فضل عدم الكشف عنوية أن ليلة البارحة شهدت اشتباكات متقطعة بحي القلوز إلا أنها توقفت بالكامل بعد اجتماع عدد من وجهاء حي القلوز والجاني الصلحة بالمدينة مؤكدا أن قوات مجلس الشرى لا تزال تسيطر على كافة تمركزاتها في المدينة حسب قولها لا يزال ما يعرف بتظيم الدولة يشكل خطرا على ليبيا نظرا لتوسعه في أكثر من منطقة وحتى مع خسارة مواقعه في درنة التي شهدت الظهور الأول له بعد مقاومته من قبل مجلس شرى وجاهدية المدينة وضواحيها استطاع التنظيم بسط سيطراته على مدينة سرد إلى جانب تبنيه العديد من الهجمات في مناطق مختلفة المزيد من التفاصيل حول هذا التنظيم ومقام به طيلة سنة 2015 في ليبيا نستعرضها في سياق التقرير التالي في ظل انشغال العالمي بمكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة في العراق وسوريا حول هذا التنظيم وجهته إلى ليبيا فكانت أولى محطات ظهوره مدينة درنة في أكتوبر 2014 بإعلان مجلس شورى الشباب الإسلامي مبيعته ليبي بكر البغدادي زعيم التنظيم في العراق والشام ومنذ ذلك الحين تبنى التنظيم هجمات متنوعة شرق البلاد وغربها منها تبجير مقر جهاز حماية البعثات الدبلوماسية وصفارة الجزائر ومقر السفير الإيراني في ترابلس والهجوم على فندق كورنثيا والذي أدى إلى مقتل أكثر من ثمانية أشخاص أغلبهم من الأجانب إضافة إلى قاعدة معتيق العسكرية ولم تكن هذه الهجمات الأخيرة على امتداد سنة كاملة فقد تبنى التنظيم هجوما على بوابة الغلانية بالقرب من مدينة سوكنا وتبنى هجوما صاروخيا على مطار لبرك وكان أعنف هجوم لما يعرف بتنظيم الدولة ذلك الذي شهدته مدينة القبة والذي خلف 31 قتيلا وتبقى عمليات التنظيم الأبرز التي أثارت ردد فعل دولية واسعة هي إعلان مسؤوليته عن إعدام 21 مصريا قبطيا في مدينة سرد في فبراير الماضي ثم أعدام 28 أثيوبيا بعد قرابة شهرين وهو ما جعل مصر تشنغارات جوية قالت أنه مواقع للتدريب ومخازن وأسلح وذخائر في درنا ولكن راح ضحيتها عدد من المدنيين استلاء التنظيم على مدينة سرد اعتبره مراقبون التفافا على منطقة الهلال النفطي حيث جند آلاته الإعلامية والعسكرية وبدأ باستقطاب المسلحين من الداخل والخارج وحول السرد إلى مصر حلن الاغتيالات والاختطافات والإعدامات وبسط سيطرته على مؤسسات الدولة وجعل المدينة حسب مراقبين إمارة تبعة للتنظيم الأم في العراق والشام تمدد ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا خلق نوعا من عدم التوازن في المنطقة وجعل الجميع يشعرون بمدى خطورته ورغم خسارة التنظيم لموقعه في درنا لأنه استمات للحفاظ على السرد حتى بعد تشكيل قوة تبعة للمؤتمر الوطني العام لتحرير المدينة في أغسطس الماضي ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يبدو أنه يتحرك على أكثر من سعيد وباتت محاربته محل إجمع دولي نظرا لتوسعه باتجه الحقول النفطية واستغلاله لظاهرة الهجرة غير نظمية وتبقى أمور كثيرة متعلقة بالتنظيم محل جدل كبير منها مصادر تمويله ودعمه بالسلاح وتسهيل وصول المقاتلين إليه ولعل تشكيل حكومة وفاق وطني قد يعطي دفعا باتجاه محاربة هذا التنظيم في المستقبل أكد أمير القوى الثالثة المكلفة من الجنوب جمال تريكي أن الوضع الأمني في وباري مستقر نظرا لتوقف الرماية بشكل كامل مضيفا أن المدينة تعاني من وضع إنساني صعب وأوضح تريكي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المستشفى يعاني نقصا حادا في المعدات الطبية والأدوية وما أثر سلبا في الرعاية الصحية في المدينة مشيرا إلى أن قافلة إغاثة طبية قادمة من طرابولس ستصل هذا الأسبوع إلى أباري وأكد تريكي أن سبا ستشهد خلال هذا الأسبوع لقاء بين وفدي التبو والطوارق لتنفيذ اتفاق الدوحة بحضور القوة الثالثة والقوة المحائدة من قبيلة الحسون أفاد رئيس قسم التحري والضبط بمركز شرطة القردة يحيى شوائل بمقتل شخص أفريقي الجنسية وجرح عنصرين من قوة الردع ومركز الشرطة إثر عملية مداهمة وكر عصابة لتخلص شخص مختطف وأوضح شوائل لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في عملية قتل وخطف وسطو مسلح فيما تمكن خمسة آخرون من الفرار مشيران لأنهم محل ملاهقة وأضاف شوائل أن مركز الشرطة قبض على تشكيل عصابي آخر كان يمتهن الحرابة بالطريق الزراعي القردة قائل أنه تم ضبط سلاح ناري وكمية من المخدرات مع هذه المجموعة ولا يزال التحقيق مستمرا معها قال رئيس لجنة الوقود ببلدية الكفرة فتح بورغيغ أن الطريقة إلى جالو لا يزال يتعرض إلى خروقات أمنية من قبل مجموعات مسلحة قامت بتعطيل وصول شاحنات وقود إلى المدينة وقال بورغيغ لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الشاحنات القادمة من مستودع السرير انتظر ثلاثة أيام ثم اضطرت إلى إفراغ حمولتها في إشخرة وجالو وأجلى مضحنا المدينة لم تتسلم الوقود منذ شهر وأن الوقود يباع في السوق السوداء بسعر خمسة دانانيرا اللتر الوحيد وأضف بورغيغ أن المدينة تشهد عمريات خطف مستمرة قائلا أنه تم إطلاق سراح عدد من المواطنين أمس كانوا مختطفين منذ خمسة أيام داخل الحدود الإدارية للكفرة أكد النايب الأول رئيس المؤتمر الوطني العام معود عبدالصادق أن المؤتمر يشتريت تعديلات جوهرية على الاتفاق قبل الدخول في حكومة الوفاق وقال عبدالصادق في مؤتمر صحفي بطرابلس أنهم تلقوا دعوة من البحثة الأممية للالتحاق بالاتفاق السياسي موضحا أن الشخصيات والأحزاب التي وقعت على الاتفاق بسخيرات لا تمثل المؤتمر الوطني العام ورحم النايب الأول رئيس المؤتمر الوطني العام بمقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر الداعي لإجراء لقاء بين بوسامين والسراج مشترطين أن يكون اللقاء بمقر المؤتمر المؤتمر الوطني كان قراره واضحا هناك تعديلات جوهرية وأساسية قبل الدخول في موضوع الحكومة ومجلس رئاسة الحكومة وبالتالي عند هذا الحد توقف المؤتمر الوطني العام فكل ما نتج عن اتفاق أسخيرات لا يعتد به المؤتمر ولا يعتبر طرفا فيه ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الزاوية المحللة السياسي محمد الهنجاري سيد الهنجاري بداية كيف تقرأ ما جاء على لسان النايب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام؟ أولا تحية لك وتحية لأخوة المشاهدين أعتقد أن المؤتمر نزال في طريق التصدي للقرارات الأمومية ولا تحدي المجتمع الدولي ولا تعمال عضل الأصبع وأعتقد أنه نفس البيانات السابقة وأعتقد أن هذا سوف يؤدي ربما إلى عدم الكفاة المؤتمر وسيتخذ المجتمع الدولي إجراءات المناسبة تجاه منهم معرقلين الاتفاق السياسي وأعتقد أن حتى كلمة المؤتمر هي أن اسم المؤتمر يجب أن يكون رئاسة المؤتمر وبعض ربع الأعضاء أعتقد هذا كلام لا يشمل لكل أعضاء المؤتمر الغالبية العظمى مع الاتفاق وأعتقد أن هذا سوف ينظر الله بنظرة أخرى من تجاه المجتمع الدولي المؤتمر الوطني اشترت تعديلات جوهرية على الاتفاق قبل الدخول في حكومة الوفاق كيف تعلق على هذه الشروط؟ أعتقد أن الشروط لن يخدها أعتقد أن مجلس لمن اتخذ القرار المناسب وأغلق المسودة من مدة ومن مدة أعتقد ثلاثة أشهر هؤلاء يغردون خارج السرب كذلك نفس ما لقاها كلوبر في المنطقة الشرقية يريدون تعديل المسودة والحفاظ على المؤسسة العسكرية شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من الزاوية حدثتنا السيد محمد الهنجاري قال رئيس المؤتمر الوطني العام نريب سامين أن أي اتفاق سياسي يجب أن يجمع كافة الأطراف الرئيسية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وروابط الشهداء وعمداء البلدية باعتبارهم أجساما تنفيذية وقال بوسامين خلال لقائه بالمبعوث الأمامي لليبيا مارتن كوبلر بطرابلس ترابلس أنه لا بد أن يعيد المجتمع الدولي تكرار الأخطاء السابقة في ليبيا والاستعجال في إعلان الحكومة أو أجسام ربما تزيد من التشظي والانقسام في البلاد على حد تعبيره وضف رئيس المؤتمر الوطني أن مجلس النواب كان رافضا منذ البداية فكرة أن يكون الحوار ليبيا ليبيا مشيرا لأن المبعوث الأمامي السابق لم يلح في جمع أطراف أو أطراف الحوار بشكل مباشر وقال المبعوث الأمامي لليبيا مارتن كوبلر بعد لقائه برئيس مجلس النواب عقل صالح في شحات أن صالح أعلن قبوله بالاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة إصخيرات المغربية في السابع عشر من الشهر الماضي وأوضح كوبلر في تغريدات له على تويتر أن قبول رئيس مجلس النواب باتفاق إصخيرات أمر جيد للمضي قدما في المسار الانتقالي الديموقراطي في ليبيا مضيفا أنه التواصل مع خليفة حفتر بخصوص الموضوع وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا لأن هناك إرادة من أعيان ومشايخ وعمداء بلديات برقة للانضمام الاتفاق السياسي قائلا إن دعم القبائل لاتفاق أصخرت أمر أساسي وقد أعلن أعيان ومشايخ وعمداء برقة خلال لقائهم بالمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في شحات دعمهم لكل الجهود والمساعي التي تبذل للوصول إلى وفاقنا بين الليبيين ودعيان ومشايخ برقة على اعتماد حكومة الوفاق الوطني من مجلس النواب وتكليف وزارة الداخلية بحماية هذه الحكومة مطالبا بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة في توزيع الحقائب الوزارية وقال إنه في حال عدم اعتماد هذه الشروط ستكون ببرقة في حل من الاتفاق مطالبا عيان ومشايخ برقة بوضع ضمانات للمؤسسة العسكرية على أن تكون تابعة لشرعية مجلس النواب ورفع الحظر عن توريد السلاح رافضين وجود أي أجسام عسكرية موازية على حد تعبيرهم أكد المبعوث الأمم إلى ليبيا مارتن كوبلر استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل على عودة جميع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وقال كوبلر في لقائه بعدد من نازحي تورغا بطرابولس إنه يجب تحسين الوضع الأمني بشكل عاجل للسماح للعائلات بالعودة إلى ديارهم خلال سنة الجارية مشددا على ضرورة عودة جميع الأطفال إلى مدارسهم وقد استطلعت كاميرا ليبيا لكل الأحرار رأى عدد من المواطنين بشان أمانهم لسنة الجديدة الذين اعتبروا أن نهاية 2015 حملت معها بوادر خير للبلاد متمنين أن تنتهي الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي فاقمت معاناة المواطنين مع مطلع السنة الجديدة ويعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد إن شاء الله عام خير هو 2016 ومتفاعلين خير هلبة الحد يعني وحتى في حكومتنا جديدة هذه المدعومة من المتحدة ومجلس لمن وكل اللي بيه الحقيقة إن شاء الله عام خير وعام أمن والأمان هذا اللي نبوه نحن نبوه الأمن والأمان يعمل بلاد ياسر من السلاح ياسر الشباب اللي مشوا ضحايا قتل ومشوا ينال يضع شبابهم سنة 2015 تمت على الخير وشوفنا الخير وشوفنا الشر إن شاء الله سنة جديدة نتفاوض ونديروا رأي لحل ليبيا الجديدة إن شاء الله كل نبدو خوت تبدأش لشرقية لغربية إن شاء الله يكونوا استفادوا من سنة 2015 وتكون المشاكل أقل على الأقل إن شاء الله يكون 2016 أحسن إن شاء الله نتمنى من ربي إنها تكون أحسن وإندي يام الكبير إنها أحسن بإذن الله والبادرة يباينة يعني شوي وشوي إن شاء الله وأشر الباحث في الشان السياسي والاقتصادي وحيد برشان لأن على حكومة الوفاق جمع كل الفرقاء بعيدا عن مسألة التحاصص لافتان لأنها تحتوي على العديد من التعقيدات وفق تعبيره أعتقد أن هذه هي من الأمور التي طلبها الواقع السياسي الليبي وهو أن سيد كوبلر يجتمع بكل زي ما نقول المعرقلين أو الناس الذين يريدون أن يطرحوا أفكارهم واجنداتهم على الواقع السياسي الليبي فلا بأس أن سيد كوبلر يجتمع لكل ولا بأس أنه تتقارب الرؤى بحيث أنه في الأخير تجتمع على حكومة توافقية نشاتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل إنجازات علمية وفنية حققها ريديون وليبيات إلى العام المنصر ولقاة مضيئة في خضم الأزمة السياسية والأمنية في البلاد سلاح الجوى التابع لعملية الكرامة يستادف محور سوق الحوت بغارة جوية واشتباكات متقطعة بعدة محاور ببنغازي أمسا وهدوء حذر في جميع المحاور بمدينة إجتابيا آمر القوة الثالثة بالجنوب جمال تريكي يقول إن الوضع الأمنية في أباري مستقر نظرا لتوقف الرماية بشكل كابر ويؤكد أن المدينة تعاني وضعا إنسانيا صعبا المؤتمر الوطني يشترط تعديلات جوارية على الاتفاق قبل الدخول في حكومة الوفاق ويرحب بمقترح قبل الإجراء لقاء بين بسامين وسراج لكن داخل مقر المؤتمر في درنة قامت لجنة الأزمة في المدينة بالتسليم عدد من الأسرة والفرش الطبية لمستشفى الهريش ومستشفى الوحدة العلاجية التعليمي درنة وأوضحت اللجنة على صفحتها الخاصة أن هذه المستشفيات كانت تعاني من نقص حد في الأسرة والفرش الطبية بقسمي الباطنة والجراحة يشار إلى أن لجنة الأزمة قامت المدة الماضية بتحمل تكاليف نقل عدد من محولات الطاقة الكهربائية كانت قادمة من طرابولس قالت رئيسة قسم العناية المشددة بمستشفى المرجفوزية بوفجر أن المستشفى يشهد وضعا مأساويا وفق تعبيرها لافتة لأنه خارج عن السيطرة بسبب عدم دعم وزارة الصحة له وأوضحت بوفجر في تصيحات صحفية لها أن المستشفى يعاني من نقص في الإمكانيات التشخيصية اللازمة وعناصر التمريد فضلا عن غياب المستلزمات الأولية وناشدت رئيسة قسم العناية المشددة المنظمات الدولية المختصة في الدعم الصحي بسرعة دعم المستشفى مشهرة إلى أن وزارة الصحة بحكومة الأزمة لم تتمكن من توفير بعض الاحتياجات نتيجة للظروف التي تشهدها البلاد أفادت شركة الخطوط الجوية الليبية بأن ديوان الطيران المدني التونسي قام بتمديد القرار الخاص بتوجيه رحلات شركات الطيران الليبية إلى مطار سفاقس بدلا من مطار تونس قرتاج الدولي وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحة رسمية على الفيسبوك أن ديوان الطيران المدني التونسي أعلم شركات الطيران الليبية بتمديد إيقاف استقبال مطار قرتاج للطائرات الليبية إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري يذكر أن السلطات التونسية كانت قد قررت منع جميع شركات طيران الليبية من الهبوط بمطار تونس قرتاج الدولي وتحويلها إلى مطار سفاقس في الخامس من ديسمبر الماضي رغم معاناة ليبيا جرى استمرار الأزمة السياسية والأمنية خلال الفين وخمسة عشر إلا أن لوحة الأحداث في العام الذي نودعه لم تكن سوداء بالكامل نقاط مضيئة على المستويات العلمية والفنية حققها ليبيون وليبيات نستعرضها في التقرير التالي بمزمنة الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد طيلة العام الماضي هناك جانب آخر حصد فيه الليبيون بين الداخل والخارج إنجازات علمية وفنية وصلت إلى مصاف العالمية فالليبيون تميز في كثير من المحافل الدولية ممثلين بلادهم بصورة طليق بمستوى عال ضمن الإنجازات التي حصل عليها الليبيون هو الانفراد بترتيب الأولى في حفظ القرآن الكريم من بينهم المتسابق خليفة بيترو الذي فاز بالمركز الأول في الأردن والقارع عبدالسلام مساعد العماري الذي تويجى بترتيب الثاني في جائزة موسكو الدولية والسمر التفوق بحصول طفل ليبيا عبدالعظيم العاتي على المستوى الأول في مسابقة تاج الوقار الدولية بمدينة كولا لنبور الماريزية فيما فاز الشيخ عبدالله محمد شميلة بالمركز الأول في مسابقات دولية وقيمت في الجزائر والبحرين والسعودية التي فاز فيها معه المتسابقان سالم عبدالله قويرب وعبدالوارث يونس لعباني وبعد البحرين فاز الشيخ معاذ الغول بالمركز الأول وشيخ جمعة الهيشك بالمركز الثالث على مستوى أمريكا كما فاز محمد الحبيب الدروقي بالمركز الخامس في مسابقة دبي الدولية على سعيد التكنولوجيا كان للابتكار مكان محلي لطالب في كلية تقنية المعلومات بجامعة مصرات عبدالسلام البكوش الذي صنع أول طائرة هوات لاسكية محلية الصناع أطلق عليها اسم ايج الليبيا اف خمسة وثلاثين سرعة محركها يصل إلى أربع مائة دورة في الثانية وتطير على ارتفاع خمسة مائة متر إضافة إلى اختراع ثلاثة طلاب في جامعة الزاوية لروبوت آلي يكشف المعادن والألغام كما حصلت دوليا الطالب سارة طارق سبخة على لقب أصغر علمة في بريطانيا لإسهامها في اكتشاف دواء لعلاج المرض الورثي القاتل المعروف بالتلايف الكيسي وقد كرمها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على الصعيد الدولي أيضا نال محمد الرويمي لقب أفضل باحث دكتوراه في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية حيث ساهم بحثه في مجال تطوير تقنيات جديدة تخص الألواح الشمسية لمشروع يدعمه الاتحاد الأوروبي أما فنيا وفي عالم السينما فقد شارك لأول مرة في تاريخ السينما الليبية فينما الإمارة في أشهر مهرجانات العالم منها فرنسا وألمانيا وأمريكا والبرازيل والجزائر عام مر بكل أحداثه على الليبيين فيه من الأحزان ما يكفي لكنه تميز بأنجازات حققها أفراد وجماعة محليا ودوليا منتظرين أن يبدأوا عامهم الجديد في ظروف تجمعهم في وطن واحد يدعم فيه المخترع والمتميز انطلقت الخميس فعالية الدورة الرابعة لمهرجان المديح النبوي بسبها الذي تنظمه منارة الأحطير العلمية بحية جديد وسط المدينة وأوضح العضو المتشف على تنظيم المهرجان محمد تاجدين لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المشاركين هم فرق الإنشاد والمديح من مختلف أحياء سبها ووادي البوانيس وأضاف تاجدين أن أربعة فرق للإنشاد ستحيي ليالي المهرجان الذي يستمر حتى الثاني من يناير الجاري كما ستقام عروض فنية للفرق المشاركة على هامش المهرجان ألاف المهاجرين غير النظامين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في البحر المتوسط قبلة السواحر الليبيا خلال العام 2015 قضوا على قوارب متهالكة خلال رحلة هروبهم من الفقر والحروب في إفريقيا لهثا وراء تحقيق أحلامهم بحياة أفضل في أوروبا التقرير التالي يعكس جانبا من موجة الهجة غير النظامية خلال العام الماضي هي الموجة الأكثر حدة من قوافل المهاجرين غير النظاميين شهدها عام 2015 عبر المتوسط أو المقبرة الجماعية كما يصفها البعض فبحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الطابعة للأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد فرار مليون مهاجر إلى أوروبا وهو أمر يضع المجتمع الدولي أمام أزمة إنسانية المفوضية أحصت أيضا أكثر من 3600 مهاجر لقوا حتفهم في المتوسط رغم تحذيرات مسبقة من مسؤولين أوروبيين تفيد بخطولة العبور منه بدأ عام 2015 ثقيلا على كاهل الأوسط الأوروبية خاصة مع ما تم تسجيله مطلع العام فقدان ما يقرب من 1700 مهاجر في عرض البحر وهو ما يمثل 15 ضعفا عن العام الماضي كما رصدت المنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس في شهر يناير وفبراير ازديادا في أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 42% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي ولعل ما دفع المجتمع الدولي إلى التحرك هو غرق 700 مهاجر قبال التسواحل الليبية في شهر إبريل من العام نفسه حادثة أطلق على إثرها الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية سميت يونيفورميد ضد مهرب البشر في المتوسط تنفذ على ثلاث مراحل الأولى انطلقت في يونيو حددت لها مهام المراقبة والرصد وتجميع المعلومات والتجسس على شباكات التهريب لكن هذه المرحلة لم تثني المهاجرين عن عبور المتوسط ففي شهر يوليو وصل إلى إيطاليا 20 ألف مهاجر غير نظامية شهر أغسطس كان داميا هو الآخر حيث بدأ بأخبار تفيد بغلق 200 مهاجر في المياه الليبية وانتهى بإنقاذ ثلاثة ألاف آخرين بمشالكة سبع سفن أوروبية أحداث متتالية دق خلالها الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر وأطلق في أكتوبر المرحلة الثانية من عمليات العسكرية يونيفورميد والتي تشمل نشر ست سفن حربية أوروبية في المياه الدولية تحرك أوروبي لاقى دعما من قبل مجلس الأمن الدولي باحتماده قرارا يقضي بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط ومع تواصل تدفق المهاجرين عبر المتوسط يرى بعض أن الحل الوحيد لإيقاف هذه الظاهرة يكمن في ضرورة التنصيق الدولي مع السلطات الليبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها قصد التصدي لمهاربي البشر على مدار عام كامل شهدت الرياضة الليبية العديد من النجاحات والإخفاقات على صعيد المشاركات القرية الدولية وما ميز حصاد العام هو عودة الحياة لمدرجات ملعب طرابلس الدولي التقرير التالي يلخص أبرز الأحداث التي مرت على الرياضة الليبية رغم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد إلا أن عام 2015 كان بارقة أمل في مجال الرياضة من خلال النتائج التي حققها أبطال ليبيا في اختصاصات مختلفة أبرز الأحداث الرياضية التي سجلت العام الماضي تمثلت في تتويج المنتخبات الليبية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالكونغو برازافيل بست عشرة قلادة متنوعة وتحصلت ليبيا على المرتبة الثانية عشرة من بين خمسين بلدا إفريقيا مشاركا التتويجات لم تقتصر على هذه المشاركة ففي أول بطولة للألعاب الشاطئية ببسكارا الإيطالية عاد منتخب كرة القدم بالقلادة البرونزية وكرمته اللجنة الأولمبية الليبية صحبة أبطال الدورة الإفريقية اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم شهدت خلال السنة الماضية مراوحة بين الإخفاق والتفوق فبعد فشل منتخبنا في حملة الدفاع عن لقبه للتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا للمحليين وخروجه من تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى عاد وتأهل إلى دور المجموعات من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزه على المنتخب الراوندي ذهابا وإيابا وعن مشاركة الأندية الليبية في المسابقات الإفريقية فقد خرج فريق الأهل طرابلس من الدورة الثاني والثلاثين من بطولة الأندية الإفريقية على حساب فريق اسموحة المصرية فيما ودع فريق الاتحاد كأس الاتحاد الإفريقي من الدور نفسه على يد فريق أسيك ميموزا الإفواري 2015 شهدت عودة الجماهير الرياضية إلى ملعب طرابلس الدولي بعد قرابة العامين من الغياب عندما استضاف الأهل طرابلس مباريات ودية جمعته بقلوب الصنوبر فاز عليه مرتين وانتصر على فريق الدوال الكاميروني في مناسبة ثالثة كما نظمت بطولة ليبيا لكرة القدم الخمسية بطرابلس وشارك فيها 16 فريقا توجى بلقبها فريق الاتحاد حراك رياضي شهدته سنة 2015 كان عنوانه الأبرز عودة الحياة الرياضية رغم تواصل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية علها تكون رسالة يسير على نهجها الفرقاء الليبيون إلى عنوان النشرة سلاح الجوى التابع لعملية الكرامة يستادق محور سقلحوت بغارة نجوية واشتباكات متقطعة بعدة محاور ببنغازي أمسا وهدوء حذر في جميع المحاور بمدينة جتابيا أمر القوى الثالثة بالجنوب جمال تريكي يقول الوضع الأمني في غار مستقر النظر لتوقف الرماية بشكل كامل ويؤكد أن المدينة تعاني وضعا إنسانيا صعبا المؤتمر الوطني يشترط تعديلات جوارية على الاتفاق قبل الدخول في حكومة الوفاق ويرحم بمقترح قبل الإجراء لقاء بين المساهمين والسراج لكن داخل مقرح المؤتمر حتام النشرة في أمين اشتركوا في القناة